مرحبا بكم مشاهدين هذه أهم عنوين أخبار اليوم المنتخب المغربي يقرر لعب مباريات استعدادية أوروبية مدرب الكونغو يهدد لسود بمفاجأة قوية في كاس العالم جدل كبير في منشستر يونايتد بسبب المغرب سوفيا أمر بط الكاف تعلن إمكانية نقل مباريات كاس إفريقيا مجانا بسبب مشاكلها مع بيانسبورد والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما قرر الجهاز الفني للمنتخب المغربي تحت 23 عاما عقد معسكر إعدادي خارجي خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوامبر المقبل في أوروبا للاستعداد للمشاركة في دورة العلعاب الأولمبية باريس 2024 ويرغب المدرب عصام الشرعي في خوض مبارتين وديتين خارج المغرب بعدما أجرى تجمعين الأخيرين شهري شتنبر الماضي وأكتوبر الجاري في ملعب محمد السادس بمدينة سلا خاد خلالها ثلاث وديتين أمام البرازيل والعراق والدومينيكان وكشف موقع وينوين أن الاتحاد المغربي يفاول اتحادات كرة قدم أوروبية وأمريكية لتنظيم مبارتين وديتين لمنتخبه تحت 23 عاما في الفترة الممتدة مبين الثلاث عشر والواحد والعشرين من نوامبر المقبل وذلك في معسكره الذي من المرتقب أن تحتضنه النمسا أو تركيا وكشف المصدر ذاته عن سبب آخر لخوض المعسكر الإعدادي خارج المغرب وهو الضغط الذي تعرفه الملعب بالمملكة حاليا بسبب إغلاق أهمها لإخداعها لورش إصلاحات في أفق تحضيرها لاحتضان نهائيات كاسي فريقيا 2025 وكاسي العالم 2030 ورسل اتحاد الكرة المغربية نظره المكسيكي وسلوفيني لخوض مبارتين إعداديتين أمام منتخبهم الأولمبيين وينتظر رد نهائي قبل توقيع العقود الرسمية ويواصل بالموازات مع ذلك اتصالاته مع اتحادات كروية أخرى تحسبا لفشل المفاوضات مع المكسيك وسلوفينيا خاصة الاتحادات التي تمكنت منتخباتها من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 رغبة من التقم الفني لمنتخب المغرب في وضع اللاعبين على محاك جديا مع منتخبات قوية هذا وتأهل المنتخب المغربي إلى أولمبياد باريس بعد تتويجه بلقب كاسي أمم فريقيا تحت 23 سنة وذلك خلال البطولة لتجارة بالمملكة المغربية قال الفرنسي سيباتسيان دوسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية أنه يطمح لتجاوز دور مجموعات كاسي فريقيا القادمة والتي يجاور فيها المنتخب المغربي وأكد دوسابر في تصريحات لقناة كانال بلوس الفرنسية أن منتخب الكونغو سيفاجئ الجميع من خلال ظهوره الإيجابي في هذه البطولة إذ سيستعد لها جيدا من أجل تحقيق أفضل النتائج المدرب الفرنسي أوضح أيضا أنه يهدف لتجاوز دور المجموعات وبلوغ ربع نهائية ولمل الذهاب بعيدا في نهائيات كاسي فريقيا وشار دوسابر إلى أنه من الواجب التذكير بأن الكونغو لم تتأهل في آخر نسخة للبطولة بالكاميرون وخرجت من دور الثموني نهائي نسخة 2019 بمصر مشددا على ضرورة تحقيق نتيجة جيدة في نسخة الكوديفور القادمة وتابها قائلا اللاعبون متحمسون ويتوفرون على مؤهلات جيدة لكن ستكون هناك بعض الإكرهات شهر يناير المقبل سنحاول أن نكون أكثر انسجاما في المباريات الودية القادمة وهو ما سيخدمنا في نهائيات ويشار إلى أن قرعة انهائيات كاسي فريقيا القادمة أوقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وتنزانيا وزامبيا حقق نادي مونشستر يوناتا للإنجليزي فوزا ثمينا على ضيفه كوبنهاجن الدماركي بهدف نادون مقابل يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعات الأولى لدور أبطال أوروبا وسجل المدافع هاري مكواير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والسبعين ليحيي أمال اليونايتد في العبور من دور المجموعات بعد حصدهم أول ثلاث نقاط والسعادة توازنهم بعد خسارتهم في الجولتين الأولى والثانية أمام كلنا من بيرم يونيخ وقالة سرايا على التوالي وتألق حارس اليونايتد أندرونان في نهاية المباراة بالتصدي لركلة جزاء نفذها البديل جوردان لارسون بعد أن تحصل عليها كوبنهاجن في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع ولعب الدولي المغربي سوفيان أمرا بتشوطا وحيدا فقط خلال مباراة فرقه منشستر يونايتد الانجليزية ذات كوبنهاجن الدنماركية ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدور أبطال أوروبا ودخل أمرابة المباراة أساسيا من جانب اليونايتد ولعب الشوط الأول قبل أن يقوم المدرب الهولنديو تينهاك بتغييره قبل بداية الجولة الثانية ولعب أمرابة 45 دقيقة في المباراة لمس خلالها الكرة 32 مرة وبلغت دقة تمريراته 89% وقد تفوق في نزالين أرديين من أصل ثلاثة وخسر الاستحواد على الكرة في خمس مناسبة وطالب أنصار اليونايتد من المدرب لابقاء على النجم المغربية في المركز الذي لعب فيها خلال مواجهة شيفالد يونايتد في طار الدوري الإنجليزي الممتاز وغرد فئة من جمهور الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلاله وعقب مواجهة شيفالد وطالب من المدرب الاعتماد على اللاعب أمرابة في مركزه الأصلية وكتب أحد المشجعين أمرابة لعب في مركز كاسيميرو وقدم أداء رائعا يجب أن يشارك لباقي الموسم في مركزه الأصلية وقال آخر لقد أعجبت بأمرابة ومعدل عملها سوف يتحسن أكثر وأكثر مع مرور الوقت فأمرابة كان أكثر اللاعبين تميزا خلال المباراة وأجمع الكثير من المشجعين على ضرورة مشاركة نجم المنتخب المغربي في المركز الأصلية محور الارتكاز فيما تبقى من الموسم الحالي تسعى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى إيجاد حل للأزمة القائمة بين الجهاز القارية ومجموعة بينسبورت بخصوص بث مباريات كأس إفريقيا المقبلة المقاررة في يناير المقبلة بكوديفور وكانت الكونفدرالية الفريقية قد اتهمت المجموعة الإعلامية القطرية بالإخلال ببعض بنود العقد المواقع بين الطرفين إذ طلبتها بصرف تعويد مالي دخم وفسخ العقد المواقع بينهما وبحسب مصادر صحوفية إفريقية فإنه من بين المقترحات المعرودة بث المباريات مجانا إذا لم يصل الطرفان إلى حل بخصوص الخلاف بينهما وينتظر الجمهور الإفريقي والعربية ما ستسفر عنه مفاوضات قائمة بين الجهازين قبل انطلاق كاس إفريقيا علما أن بيانسبورتس هي الناقلة الحصرية لأكبر مسابقات الكاف في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبعض الدول الإفريقية وتعتبر هذه الأزمة اختبارا مهما لباتريس موتسيب رئيس الكاف الحالي إذ من المقارر أن تخرج الكنفدرالية ببيان توضيحيا في الفترة القليلة المقبلة قبل بداية كاس إفريقيا ترجمة نانسي قنقر